اشتركوا في القناة ورعاه ملك مملكة البحرين المفدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فإنه ليسرنا كثيرا أن نعبر لجلالتكم عن خالص تهانينا وتبريكاتنا بمناسبة احتفال البلاد بالذكرى الثامنة عشرة لإقرار ميثاق العمل الوطني والذي جاء تعبيرا عن رؤية جلالتكم الحكيمة في نهج العمل الوطني لمسيرة التقدم والنماء تحقيقا لآمال وتطلعات شعب البحرين الوفي إن مملكة البحرين وبفضل حكمكم الرشيد قد خطت خطوات تاريخية مميزة وحققت في عهدكم الزاهر المزيد من الإنجازات والمكتسبات التي يفخر ويعتز بها شعبكم النبيل المعطاء وإنه ليطيب لنا في هذه المناسبة الوطنية المجيدة أن نؤكد لجلالتكم على مواصلة العمل بكل العزم والإرادة لتحقيق تطلعاتكم نحو المزيد من الإنجاز داعين الله العزيز القدير أن يحفظكم بعنايته ويشملكم بتوفيقه وأن يحقق بفضل قيادتكم الحكيمة ما يصب إليه شعبكم من رفعة وتقدم ونماء ودمتم في رعايته سالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وقد بعث حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر هذا نصها صاحب السمو الملكي العم العزيز الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله رئيس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكل الفخر والاعتزاز تلقينا تهنئة سموكم لنا بالذكرى الثامنة عشرة لميثاق العمل الوطني وهي فرصة نشعر معها بالآثر العميق لدور سموكم المشهود في بناء أمجاد هذا الوطن العزيز نتطلع للعمل معا في إنجازات كبيرة أخرى تؤكد دور مملكتنا العزيزة في بناء مستقبل أجيال شعبنا المؤزرة نتمنى لسموكم العزيز دوام العافية وليتم الله عز وجل على سموكم الصحة ويحفظكم ويطيل عمركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر